هجوم حد جداً على ياسمين عز بعد ظهورها مع رامز جلال في برنامج رامز نيفر اند أهلاً بكم متابعين قناة سيف تريند وياسمين عز نزلت على صفحتها على الفيسبوك وكتبت وقالت يا مادام أنا وعدتك أنك هتشوفيني في رمضان وفيت بوعدي أرجوكي بعد ما تخلصي شماتها زي ما أنا فرحتك تقومي تفرحي فرعونك بقباية شاي وطبق أطايف بالمقصرات وما تحطي السقر علشان منبع السقر قاعد جنبك مشاهدة ممتعة يا مادام وطبعاً بعد ظهور ياسمين عز لقيت انتقاضات هو هجوم حد جداً من المتابعين والمشاهدين بعد ظهورها مع رامز جلال في برنامج رامز نيفر اند وطبعاً المزيع لما كان بيسألها هل عملت عمليات تجميل قبل كده فبتمسح إيدها بالفوطة وبتقوله ده طبيعي أهو ما العمليات التجميل اللي انت عملها وما اليدك عمليات التجميل كلها موجودة في وشك وطبعاً ناس كتير جداً من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي فرحانة بصدافة رامز جلال بياسمين عز في برنامج رامز نيفر اندو اللي عملوا فيها علشان تعرفي بعد كده الفرقون المصري ممكن يعمل فيك ايه ده كان موضوع حلقتنا النهاردة ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارفنا باشتراكك في القناة